السلام عليكم مضاحونيين طيبة اكل اخوات متذكب من قناة التالية الكريم فامci chain مرحبا بكم مع ايام مشديد في هذا الفيديو اخوات لا نتكلمو على اهم مدامي خطاب او رئيس الحكم الاسباني من خارج إسبانيا وكيعرفوا أهم الإجراءات الجديدة اللي كانت في إسبانيا نقطة مهمة قادي نتكلموا عليها في فرد الخطاب هذا واللي كتم بصفة عامة الإسباني والمهاجرين خذتكم تعرفوها ضروري ونغادي نتكلموا عليها إن شاء الله في فرد الفيديو هذا باش نتقسمها معكم الخطاب باش بدا الرئيس الحكومة تتكلم على اللقاءات اللي كندر مع رؤساء ديال الولايات ولا مجموعة اتفاقيات اللي كندر معهم فبزاف ديال الأشياء اللي عند علاقة اجتماعية واقسصادية ودخل فيها يعني الاتفاقية الأخرانية اللي كانت تعداد العلاقة بالتمديد فترة يعني استاذو ديالرما فالجديد هاد المرة هذه وابتداء من غدا إن شاء الله يعني من يوم الاثنين غادي يدخل تنين وخمسين في المائة من إسبانيا للمرحلة التالتة دينو خمسين في المائة غادي يدخل مركح الاثنين وثمانية واربعوين في المائة في المحرanza من المرحلة التانية دينو خمسين في المائة في المرحلة ثالثة mature 25 مليون اسباني غادي توجه المرحلة الثالثة اللي هي آخر مرحلة كما جد في السيستيم اللي كانت تتكلم عليه رئيس الحكومة اسبانيا قبل المرحلة الثالثة هي المرحلة ذيال حياة الطبيعية ولكن هاث المرة حياة طبيعية بطريقة مقننة وبطريقة مختلفة ستبقوا معي حتى الأخير لكي تفهموا كل شيء المرحلة الثانية ستبقى 48% ولكن ستزيد واحد أسبوع أخر ربما ستكون أسبوع أخر ستكون إسبانيا كاملة خلالت في المرحلة الثانية والعودة للحياة الطبيعية أثار على هذه الاتمار التي وجدت فترة الحضر الصحي هذه الحالة التورع لدرس الحكومة وهذا الشيء كامل والتعاون بين الحكومة لكي وصلوا إلى فراني كما قال هذا الفيروس وتصالوا لأحد نقطة مهمة لكي نشأل إسبانيا مقارنة مع دول أخرى كما تكلم الرئيس قال مقارنة مع بريطانيا والأمريكا يعني غير في هذه الأسبوع الأخيرة عدد الوفاية بالنسبة للإسبانيا تقدر في بريطانيا 1500 وفي أمريكا السلف يعني في رقم مخيف العودة للحياة الطبيعية هذه المرة الإخوان خذتكم تعرفوا أحد المسائل التي هي مهمة هذه المرة التي تتكلمين عن الرئيس اللي ستكون بطريقة مختلفة ومشي بحالك تتصوره سنرجع للحياة الطبيعية إن شاء الله في المرحلة الثالثة وإسبانيا من بعد ما ستكون كل إسبانيا كترش الحياة الطبيعية ديلها هذه المرة ستكون مقننة كان واحد المرسوم مالكي اللي خرج اللي هو الريال دي كريتو اللي خرج وكان ظهر في البوليتين الأوفيسيال للإستاذو اللي تتكلم عليها رئيس الحكومة قال بأن هذه المرة هذه كان شي حواج خصوص الإنسان يلتزم بها وخاء أننا رجعنا للحياة الطبيعية ولكن مغتسناش مرسوحيتنا كيف ما كنا قبل يعني بهذه الطلاقة كان واحد الإجراءات كان واحد تدابير كان أشياء اللي هي دخل في القانون اللي خصنا التزموا بها وإلا سنعرضوا رسنا المتاهات والمورطات والغرامات مالية من طرف الشرطة بصفة عامة لأنه سنرجعوا للحياة الطبيعية ولكن نتعايش مع الفيروس بأنه مدام ما كنش واحد البكونة وكنش واحد علاج باين هذا الفيروس إسبانيا قاومت الفيروس بحلها بحل دول أخرى كما قال رئيس الحكومة ودرك المجهودات وتضاف المجهودات باش أنا قدرت أن أتفرانيه ولكن الدباء خاصنا ندروا إزراءات التزموا بها كما جدت في المرسوم الملكي ضروري من هذه المسائل هادو اللي من بين الإزراءات المهمة هو ضرورة استعمال الكمامات الأطفال من ست سنوات إلى آخر العمر يعني إحنا وخف الحياة الطبيعية استعمال الكمامات سيبقى إجباري وهي هاد النقط هادو اللي كان في هاد المرسوم الملكي كان بزرر ذي النقط من هاد القادية دي تتعمل الكمامات بشكل إجباري فالفضاءات العامة والفضاءات اللي يعني ضيقة أيضا يعني تكلف فيها بزرق إزراءات بالخصوص يعني الفرماسيات اللي بيع وشرب أدويات أيضا إزراءات بالنسبة مهمية إزراءات مختلفة لا بالنسبة لإحنا كمواطنين التزامات يعني بالنسبة للشروط السلامة الصحية لا في المترو ولا في التران ولا في طبيس ولا في جميع وسائل النقل يعني احترام يعني شروط دي الوقاية دي الخيل خصو يكون الكمامات إلى غير ذلك يعني عاد يتبقى هاد الإزراءات وغادية تمشيها كما نشوفها حاليا وغاد يكون احنا في الحياة الطبيعية دينا ولكن هاد الإزراءات هاد يتبقى غادية ملازمانة غادية ملازمانة علش؟ لأنك يتوقع بأن ربما إلما استمرينيش بالطريقة هذي يقدر يكون واحد كما يقولون ما هو هاد الريبروتاي و هاد الريبروتاي يقدر يرجع هاد الفيروس مجديد و يقدر ينتشر بطريقة كبيرة إلى بحل كبين المفروم لهذه الخدمة هذي كاملة اللي درناها إلى كما قال الرئيسي لما تمشيناش بهات السيستيم هذا محترمناش هاد القوانين هذي والتعليمات غادي نقدر ندخله عامتيني في شي موجة أخرى من هاد الوباء اللي تقدر عودتيني تعود مجديد وهذا هو المشكل اللي كي بغي تهرب منه يعني رئيس الحكومة باش كي وصي المواطنين الملتزموا التعليمات كيفما تقدمات كيفما صدرات يعني في المرسوم الماليكو كيفما هي خرجت في الجري درسمي للدولة اللي يقرأ بزاف الناس فاقصنا نمشي والتعليمات هذو إلى آخر المطاف حتى ان شاء الله يكون شي علاج أو تكون شي باكونا فهذه الساعدات غادي يقدر يكون كلام آخر بالنسبة قل هدبوة تكلم على سبتة أمليلية يعني بما أن سبتة أمليلية حاليا فهما كينين في الفاسي يعني بمرحلة الثالثة فقال بأن أي حالة مشكوك فيها بالنسبة لسبتة أمليلية فغادي يكون مباشرة غادي تعرض يعني الإجراء ديال ديال كما كينوا البيثي أريل يعني الإجراء المتقدم باش يدكتروا ديالك للمارضوشكين أو ما كيناش هذي بالنسبة الناس اللي يسمعوا الكلمة ديال سبتة أمليلية في الخيطاب واحد الحاجة اللي هي مهمة بزاف واللي خدكم تعرفوا اللي هو الرئيس كلم عليها بعد ما تمت المصدقة على الدخل الحيوي يعني المساعدة جديدة للرينتا مينما بيطال قال بأن في الأسبوع الأول من المصدقة على هذا الرينتا مينما بيطال الموقع الرسمي هدا اللي كيتكلف بهذه المساعدة هذي كانت هذه الزيارة دي الواحد وعشرين مليون زيارة من هذا الموقع يعني كيقول لك باني كانت ضرورة هذا الرينتا مينما بيطال لأن الإسبان بصفة عامة السفاة المحتاجين بزاف ونسبة كبيرة من الأوسر محتاجة للمساعدة هذه الحاجة المهمة الي كنا في هذه القضية خاصة لدرين تامين يمرا وبطال هو ابتداء من الستوى عشرين يونيو هاتى الرخه فهنا نعيش به ابتداء المستو عشرين يونيو بد٫ل وخمسة وخمسة ألف مواطن ٢٠ وخمسة وخمسة ألف مواطن سي تقريس سالهم الفلوس فى البنكة ديالهم ابتداء المستو عشرين يونيو هاد ٢٥٠ ألف مواطن تقدر ١٧ ١٥٠ أوجار يعني أوغار ياد دار يعني يجتزموا الدار ٢٠٠ ٥٠ ألف سي تخلصون هالسة وعشرين إن شاء الله في هذا يونيو والإزراءات الابقة غادية في هذا الموضوع ديل الرينتا مينيما فيطال لوقال النسبة لداخلين فيها يعني في المستفيدين اكتر من النسب لي هما قاسيرين. الواحد الحاجة مهمة اللي صادقة عليها الحكومة الاخوان اللي يخصكم تعرفوا اللي تكلمين ليا رئيس الحكومة هي الميزانية جديدة الكموني دادس الوس كوموني دادس اوتونوماس يعني الولايات المستقلة هنا في اسبانيا بصفة عامة وحد الازرائيلي ومهم اللي قدرت واحد الميزانية مهمة اللي هي الطريب دين الميزانيات المعتادة او اكثر من الطريب اكثر من المضاحفة اكثر لتالia Lotus الميزانيات المعتادة اللي كتخرج هاد الكموني داست Oranim minded وشنو هاد الفلوس فين غادية تمشي هاد الفلوس قال رئيس الحكومة غادية تمشي بالدرجة اللولى غادية تمشي الصحة العمومية والتعليم العمومي. اكثر من استعشر الف مليون اورو غادية تمشي التعليم صحة العمومية والتعليم العمومي. هذه المرة يقلك بأن الدولة واعية بهذه المشاكل اللي وقعت واعية بالإسبانيا. يعني عند الحاجة تطوير في الصحة. وخح أنك تعرفوا الصحة في إسبانيا صراحة يعني يشكرون عليها ومعروفة يعني عند الناس قلني أن الصحة الإسبانية تصرف عليها ميزانيات مهمة. هذه المرة هذي ستصرف ميزانية أكثر من الليمو التي تصرف عليها للصحة العمومية والتعليم العمومي. وهذه الفلوساتي قال الرئيس الحكومة ستكون عبارة عن هيبة. ستقريسها في كل الكونت ديال أي كومونيدات أوتنومة. وهما يتصرفوا يفرقوها على الناس كما يعني الطريقة اللي هما بغاوا. يعني الحكومة ما غاداش تتحكم في مفاة القادية دي. لأن أغلبية غاد تمشي الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية. يعني غاد تكون فلوس مهمة لأول مرة كيصدقوا عليها كما قال في تاريخ يعني الحكومات الإسبانية ما تمشي المصدقة على رقم مهم واللي غادي يتفرق على الولايات المستقلة اللي كنا هنا في إسبانيا. هو أهدر. الموضوع الإخوان الإشارة واحد قادية مهمة بالنسبة للموضوع ديال التكلم على التسوية الجماعية. مؤسف بأن سؤلوا واحد صاحفي على موضوع ديال التسوية الجماعية بالنسبة للمغاطنين. المهازنين اللي كعيش هنا في إسبانيا بوضع غير قانونية قال بأنه كان مشغول بحوايج أخرى جدا مهمة اللي كانت أورخينتي طبعا الحال كان الفيروس رون إسبانيا ورونت الرئيس ورون البرنامج الحكومي بصيفة عامة. فما كانش من الأولويات التسوية الجماعية أن أدخل في الإطار هذا. وخاء أنا كان عرفوا الناس اللي هنا متضررين. الناس اللي بالوراق بالدرجة اللولى وهذا الشيء كان آآ واجب إنساني من الدولة من الحكومة أن تشوف هذا الإخوان هادو وتدرهم تسوية جماعية من باب الإنسانية. الأولوية غاد تسبيلهم الباب الإنسانية كما درت إيطاليا. مع الأسف هو قال دابا الآن غادي دخلها في الأولويات دي البرامج وغادي شوفوا يعني ماس أدلانتي شنو غادي قدار يدير في هذا الموضوع هذا الإخوان اللي كانت منه خير إن شاء الله. بزاف دي النقاط اللي كتكلم عليها. بزاف دي الحواج اللي يتطر لي فضل الفيديو هدا. ولكن أنا أعطيتكم أهم المعضامين وأهم من النقاط اللي كتمنحنا نعرفها. بالنسبة للقوانين اللي غادتمشي. منها غادي ندوزوا يعني الحياة الطبيعية. غادي نحسر القوانين المعمول بها. دروري ومؤكد. حتى معرفت أنا ربما حتى أدخل شي باكونا. أو حتى نسمعوا بأن اسميته كل شيء اتفاق. بالنسبة لموضوع دي الحدود يعني كتم الاتفاق يعني بأوروبا بصفة عامة. غادي تكون يعني اتفاق كما قال هوية. بالنسبة لأوروبا يعني سباسيو تشينغن. غادي يكون مفتوحة أوروبا للعالم. بتداء من واحد يوليوز. غادي تكون مفتوحة للعالم إسبانيا ولا باقي أوروبا من أجل السياحة. اللي كتوقع رئيس الحكومة أنه قدر يستقبل حتى من واحد عشرين مليون سائح. بالنسبة لإسبانيا اللي هي دولة مهمة في سياحة لا إسبانيا ولا إيطاليا. اللي كان دار واحد الاتصال بين رئيس الحكومة ورئيس الإيطالي اللي تكلموا في هذا الموضوع عادة. المهم هذه هي مجمل المضامين وهذه مجمل الأشياء اللي كان خصني تقاسمها معكم. جيمت لكم في هذا الفيديو وقلت لكم الإخوان. كنتمنى أن الفيديو يكون عجبكم. وما تنسوش العجبكم ديرونا لايك وبارتاجي والإخوان كما العادة. تحية لكم كمين إخوان أخوات متتبعين على قناة كريم كاسي. شكرا على المجاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.